هل الإدارة بالفطرة أم بالتعلم؟ من الأسئلة التي حيرت القدماء وحتى المعاصرين على مر التاريخ، هل تكون الإدارة بالفطرة أم بالتعلم؟ يقول الدكتور بينز المتخصص في مجال القيادة إن القيادة شخصية وحكمة وهذان أمران لا يمكن اكتسابهما أما بيتر ديركر فيرى أن القيادة يمكن تعلمها ويجب تعلمها فهل الإسلام رأي في هذا الأمر الذي لم يستطع أكبر علماء الإدارة المعاصرين الاتفاق عليه؟ تتلخص القيادة من وجهة النظر الإسلامية في ثلاثة أمور هي علم ومهارات وسلوك أما العلم والمهارات فمكتسبان فهل السلوك مكتسب؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الأحنف بن قيس رضي الله عنه فقال له إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناء فقال الأحنف رضي الله عنه أهما خصلتان تخلقت بهما؟ أو هما خصلتان جبالك الله عليهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هما خصلتان جبال الله عليهما وهناك حديث آخر يدور في هذا السياق هذا نصه إنما العلم بالتعلم يتبين مما سبق أن هناك سلوكات فطرية كالحلم والأناء وسلوكات مكتسبة بالتعلم